السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف التاسع اليوم إن شاء الله سوف نتناول حالات ترقيق الراء فيها أولى من التفخيم شباب المرة السابقة قلنا أن هناك ثلاثة كلمات في القرآن مصر ونهر والفجر صح؟ قلنا هذول الثلاثة التفخيم أولى من الترقيق لسهولة القراءة واليوم لدينا أربعة كلمات في القرآن الكريم هذه الكلمات ترقق الراء فيها أولى من التفخيم ننظر فرق يجوز فيها الترقيق والتفخيم وقفا ووصلا فانفلق فكان كل فرق كالطوض أو فرق ولكن الترقيق أولى ليش؟ لأن فيها يسر على القراءة لسهولة القراءة القطر ترقق وصلا بسبب الكسر أما وقفا ففيها الوجهان والترقيق أولى تمام؟ أساسا هي مكسورة القراءة بالوصل مكسورة لذلك يون ترقق لكن لما أوقف عليها رح تكون ساكنة سكون عارض بسبب الوقف هنا فيها الوجهين تفخيم أو ترقيق لكن الترقيق أولى ونذر نذر سبحان الله في كل الكلمات التي وردت في القرآن في مواضح الستة ترقق فالترقيق أولى من التفخيم وعندي يسر والليل إذا يسر ترقق وقفا ووصلا إذن أعيد يسر ترقق وقفا ووصلا لكن عندي القطر ترقق وصلا بسبب الكسر أما وقفا ففيها الوجهان والترقيق أولى فرق يجوز فيها الترقيق والتفخيم وقفا ووصلا والترقيق أولى اشتركوا في القناة